التشكيل الأفضل في بطولة أماماسيا أنا حاليا هاختار 11 لاعب عرب ما من موجودين بهي القايمة هاي القايمة لها كل الحب هل من المعقول ما يكون التعمري موجود فيها أو على الجاسم تعال خلانا لكم الأسماء اللي عندي في حراس المرمى أحمد مدني ورؤوا عليه شوي تخيلوا أحمد مدني استقبل هدف واحد بس من أستراليا باقي الهداف الاستقبلها كلها من علامة البلانتي لأيكم رباعي خط الدفاع من صعب البطاط من الفدائي من فلسطين يزن العرب من الأردن أيهم أوسو من سوريا وسعود عبد الحميد من فلسطين أيهم أوسو من بعد مستوى الجبار اللي قدم بهي البطولي مباشرة إلى نادي قادش إسباني ليكون أول سوري بيمثل الكرة السورية في إسبانيا يزن العرب مستويات جبارة شخصية جبارة تقريبا كل الكرات العالية كانت فوق فيها مصعب البطاط تتفاجأت جدا بإمكانيات هذا اللاعب مع إمكانيات بعض اللاعب في منتخف فلسطين يستهل أن يلعبوا في أفضل دوريات وسعود عبد الحميد الغني عن التعريف ثلاثي خط الوسط إبراهيم بايش من سود الرافدين أحمد فتحي من قطر والغامدي من المنتخب السعودي إبراهيم بايش قدم مستويات جبارة جدا بيلعبه بمركز جناح لأيمان ولكن اضطريت أن يحطه على مستوى خط الوسط لأنه حسيت أن وجوده خارجه التشكيلي هو ظلم رفته ميلاد أحمد فتحي قدم مستويات جبارة جدا والله يا رجال واحد من اللاعب اللي صدمني اللي فاجئني إنه موجود في منتخباتنا العربية الغامدي ربما هذا أكثر إنسان رحاجم عليه بس اللي شفته على الرغم من دائل أليل اللي قدمه كان واحد من أفضل لعبين في البطولي في خط الهجوم معالي جاسم اللاعب المغرم فيه إلى حد هذه اللحظة سالم الدوسري واحد من رجالات المنتخب السعودي وكان يطلع حتى كان متخب السعودي يعاني وموسى التعمري هذا اللي شيء اللي يقهر الجميع كان يستهل موجود كان ربما يستهل إنه يكون موجود وينافس على جائزة أفضل اللاعب في البطولي أو ربما هو الثاني أفضل اللاعب في البطولي بعد ذكرم عفيف